السلام عليكم عزائي الطلبة اليوم استكمالاً للجزء الثاني من درسنا الاتزان الديناميكي سنستعرض لهو بعض النقاط اللي نشير إليها إن شاء الله هي التعرف على الاتزان من حيث الحالة الفيزيائية رايح نتعلم كتابة تعبير ثابت الاتزان للأنظمة المتزنة ونحسب الاتزان من خلال بيانات التراكيز طبعاً نوضح في البداية أنواع الاتزان عندنا الاتزان المتجانس والاتزان الغير متجانس عندي نوعين الاتزان المتجانس والاتزان الغير متجانس نقصد بالاتزان المتجانس هو تكون فيه المتفاعلات والنواتج في نفس الحالة الفيزيائية أن تكون الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج على حد سواء ومتشابهة بينما الاتزان الغير متجانس تكون فيه المتفاعلات والنواتج مختلفة في أنها أكثر من حالة فيزيائية أي يقصد فيه الحالة الفيزيائية يقصد فيها هو الحالة الغاز والحالة السائل والحالة الصلبة للتذكير كتابة تعابير ثابت الاتزان المتجانس من خلال المعادلة الموجودة أمامه عبارة عن مواد متفاعلة ومواد ناتجة هذه المواد المتفاعلة مع المواد الناتجة جميعها في حالة تجانس أي جميع الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج هي الحالة الغازية فهذا نطلق عليه بالاتزان المتجانس ولكتابة تعبير ثابت الاتزان تكون النواتج مقسوما قيم تراكيزها على المتفاعلات وقد سبق وأن تعلمناه في الحلقة الماضية أيضاً يعتبر قيمة ثابت الاتزان كقيمة عددية تراكيز ثوابت الاتزان للمتفاعلات والنواتج مثل ما ذكرناه في حلقة السابقة بينما أكتب تعبير كتطبيق كتابة تعبير ثابت الاتزان تكون المتفاعلات مقسوما على النواتج في التعبير ثابت الاتزان ومن خلال هذا القهد من خلال الكي اي كيو نلاحظ أنه يتم إيجاد القيمة العددية من خلال قيم تراكيز المتفاعلات والنواتج نشوف تطبيق آخر عزيزة الطالب عزيزتي الطالبة اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن ثابت الاتزان يعني في هذه النقطة رايح نشوف المعادلة تكون عكسية أو اللي هو المسألة تكون بشكل عكسي عاطني القيم الكي اي كيو كتعبير عن ثابت الاتزان للسي أو تو سكوير في الأو تو على السي أو تو سكوير اللي هو يمثل ليه كتعبير ثابت الاتزان من خلاله أنا أتوصل إلى إيجاد المعادلة الكيميائية أنا هني رايح أوجد المعادلة الكيميائية من ما سبق أن ذكرنا هو أن هذا الجزء رايح يكون عبارة عن النواتج وهذا الجزء رايح يكون في المتفاعلات لذلك رايح يكون عندي سي أو تو غاز يعطيني سي أو زائد أو تو أيضا غاز نلاحظ أن الأسس الموجودة بالنسبة إلى المتفاعلات المتفاعلات والنواتج طبعا هنا واحد يعتبر رايح تكون هي عبارة عن المعاملات التي تكتب أمام كل مادة متفاعلة أو مادة ناتجة بعدها رايح ناخد تطبيق آخر هو التعبير عن ثابت الاتزان لمعادلة أخرى أيضا تكون بنفس الطريقة هو عبارة عن النواتج مقسوما على المتفاعلات هنا تكون عندي المتفاعلات اللي هي الـ NH3 مضروبا في أو تو لاحظ أن الـ 5 والـ 4 رفعت على شكل أسس في النواتج صارت عندي الـ N-O الـ N-O ورفع الأربعة بالنسبة إلى عدد المولات كمعامل كأس والـ H2O أيضا رفع إلى شكل اللي هو 6 على شكل قيمة معامل الآن ننتقل إلى كيفية كتابة تعبير ثابت الاتزان للتفاعلات الغير متجانسة طبعا من خلال هذا التفاعل اللاحظ أن وجود المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة تختلف في حالة الفيزيائية للمواد يعني الـ A هي عبارة عن غاز بينما الـ B عبارة عن مادة صلبة في حين أن المادة C هي غاز بينما المادة D هي حالة سائلة فمن خلال السؤال أكتب معادلة ثابت الاتزان التي تتضمن تركيز النواتج إلى تركيز المتفاعلات في الحالة الغازية فقط مع استبعاد المواد التي توجد في الحالة الصلبة يعني أنا لما يكون عندي معادلة بهذه الصورة فقط تكتب الحالة الغازية لا تكتب الحالة الصلبة ولا تكتب الحالة السائلة لذلك تكون قيمة الـ K-AQ هي عبارة عن فقط C غاز مقسوماً على الـ A أيضاً الغاز في حين أن أنا ألغيت المادة السائلة والمادة الصلبة في إيجاد تعبير أو في كتابة تعبير ثابت الاتزان للتفاعل الغير متجانس لأن التراكيز تهمل لأن التراكيز تكون ثابتة ولأنها تكون ثابتة فيتم تجاهل كتابة ضمن تعبير ثابت الاتزان لاحظوا أن ثابت الاتزان هو يبقى مثل ما ذكرناه في الحلقة السابقة هو عبارة عن تركيز المواد النواتج على تركيز المواد المتفاعلة تطبيق آخر وهو إيجاد قيمة ثابت الاتزان للتفاعل أدناً لهو تستخدم أو تستعمل صود الخبز وهو كربونات الصوديوم الهايدروجينية والذي يعرف بكربونات الصوديوم في الخبز كمادة عندما تتحلل هذه المادة تنتج لكربونات الصوديوم وغاز ثانيكسيد الكربون وبخار الماء من خلال تعريف المواد والحالة الفيزيائية نلاحظ أن الحالة الفيزيائية هي التي تكون للغازية فقط هي بينما بالنسبة للسائلة والصلبة تهمل لذلك لما نتذكر وضع التعبير ثابت الاتزان بيكون عندي قيمة الكي اي كيو المتفاعلات النواتج مقسوماً على المتفاعلات فكتابة النسبة بالنسبة عوداً على المعادلة السابقة سيكون عندي المادة الصلبة والغازية مع المادة الغازية الأخرى كنواتج مقسوماً على المتفاعلات لذلك رايح تحدف المواد الصلبة على اعتبار أنها ذات تراكيز ثابتة وتبقى فقط عندي تراكيز المواد الغازية لذلك تكون المعادلة بصورتها النهائية الكي اي كيو تساوي سي او تو ضرب الاتش تو او والاثنين معاً هو في الحالة الغازية تطبيق آخر اكتب تعبير ثابت الاتزان للتفاعل آتي نلاحظ من خلال هذا التفاعل أن المواد المتفاعلة مختلفة في حالتها الفيزيائية منها الصلب ومنها الغاز والنواتج أيضاً الحالة الفيزيائية الصلبة وغازية وبذلك للتعبير لكتابة تعبير ثابت الاتزان يجب أن تكون فقط عندي المواد الغازية ضمن المعادلة بينما المواد الصلبة لا تكون ضمن تعبير ثابت الاتزان فلذلك ستكون فقط المادة الصلبة أيضاً يوجد تطبيق أخير وهو تفاعل الحديد الصلب مع غاز الكلور لتكوين ثالث كلوريد الحديد من خلال المعادلة التالية الحديد في حالة الفيزيائية هو صلب مع غاز الكلور لتكوين المادة ثالث كلوريد الحديد فبذلك يكون قيمة الكي اي كيو هي واحد على اعتبار أن النواتج هي ملغة فتكتب عوضاً عنها واحد على السيئل تو ويرفع المعامل كأس ضمن المتفاعلات ختاماً نطبق المثال في إيجاد قيمة ثابت الاتزان للتفاعل الكيميائي الذي أمامنا بدلالة التراكيز فمن خلال المعادلة التي هي في تكوين الأمونيا يوجد عندي تراكيز الأمونيا الـ NH3 وهي عبارة عن صفر فاصلة تسعمية وثلاثة وثلاثين مول لكل لتر والنيتروجين صفر فاصلة خمسمية وثلاثة وثلاثين مول لكل والهايدروجين أيضاً هي عبارة عن واحد فاصلة ستمائة مول لكل لتر من خلال هذه المعرفة إيجاد تعبير ثابت الاتزان ستكون عندي النواتج مقسوماً على المتفاعلات النواتج بالنسبة إلى المعادلة مقسومة على المتفاعلات في إيجاد قيمة الكي اي كيو بدلالة التراكيز يتم تعويض كل قيمة محل قيمتها المساوية فرايح نوجد عندي لهو قيمة تركيز الأمونية مقسوماً على تراكيز الهايدروجين مضروباً في المتفاعلات مع الملاحظة بأن كل معامل يرفع كأوس ضمن التعبير ثابت الاتزان وبهذا الشكل نصل إلى ختام حلقتنا في إيجاد وتحديد قيم التعبير ثابت الاتزان وأتمنى لكم دوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر